صباح النور من جديد مشاهدينا صباح النور من جديد سارة صباح النور تاني تحاول جمعيات ومنظمات عديدة العمل على توعية الناس من مخاطر استعمال البلاستيك على البيئة لذلك تسعى خيط لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى قماشية لنتعرف على الفكرة مع مؤسسها مؤسس خيط إبراهيم كلاب والذي ينضم إلينا مباشرة من الأردن صباح النور إبراهيم وأهلا وسهلا بك معنا صباح الخير تسارحي يلا بيك يسعد صباحك طيب خلينا إبراهيم قبل ما ندخل في التفاصيل المبادرة أخبرنا عن الفكرة الأساسية من أين أتت فكرة خيط فكرة هذا المشروع أوكي في البداية صباح الخير لجميع مشاهدينا وصباح الخير لكم وكل عام والجميع بألف خير بمناسبة العيادة المجيدة صراحة فكرة خيط أن طلقت كنت أنا في رومانيا وكنت في مول فكان فيه two lines اللاين الأول اللي هو للناس اللي بتستخدم أكياس بلاستيكية واللاين التاني للناس اللي بتستخدم أكياس صديقة للبيا التوتباكس فصفت بالموضوع وحكيت إنه ليش ما يكون عندنا بالأردن إشي زي هيك إحنا عندنا كتير طاقات شبابية ولش ما نستثمر هاي الطاقات بإشي زي هيك فصراحة رجعت على الأردن هون بلشت أكتب دوكمنتيشن للمشروع وبلشت أخطط له بلشت تواصل مع ملعظمات ممكن إنها تدعمني ملعظمات تهتم بالبيئة بالمجال البيئي وانطلقنا بخيط من هذا الباب طيب يعني أنتو بتشجع على استخدام الكتان بديلا عن البلاستيك في مشروع خيت أخبرنا عن سبب اختيار هذا القماش أوكي بصراحة بخيط مرحب بجميع أنواع القماش بس ليش الكتان؟ الكتان تحديدا لأنه بيمتاز بالقوة والمتانة والكثافة العالية والمعالجات الكيميائية اللي هي ممكن لأنها تحافظ على جودته ومتانته وجمال منظره فلهيك إحنا بخيط عند استخدام الكتان بس برضو ممكن إنه إحنا نستخدم إشي غير الكتان من مادة القماش المهم إنه يكون قماش طيب إبراهيم الأكياس اللي بتستعملوها أكياس خيط تطلع من مشغل صغير أخبرني عن المدة الزمنية اللي ممكن يخدمها هذا الكيس صديق للبيئة يعني لأي فترة ممكن نستخدمه إبراهيم هل تسمعني؟ لا هيكا هيكا صرت أسمعني الآن صرت أسمعني طيب الأكياس اللي بتستعملوها بتطلع من مشغل صغير لديكم اللي بتصنعوا فيها الأكياس أخبرني عن المدة الزمنية اللي ممكن لإستخدام هذا الكيس الصديق للبيئة فيها أوكي كلنا بنعرف إنه الأكياس البلاستيكية هي مش متحدة للاستخدامات ما بنقدر نستخدمها ممكن نستخدمها مرة مرتين بعدها رح تنكب وتروح كانوا فيات لأنه ما بتمتاز بالمتانة والقوة والجودة العالية بينما الأكياس الصديق للبيئة بتنتاز بأنه أنا ممكن كشخص أقدر أستخدمها لأكتر من سنة ممكن إننا لو أظنني حسب برضو نوع الإماش زي ما أخبرتكم بأنه الكتان هو بيمتاز بالقوة فهذا دليل على إنه كيس الماش هذا عمره بيكون أطول من الكيس البلاستيك بالتأكيد المشروع يعني بيفتح فرص عمل للسيدات صحيح هذه المعلومة اللي عندنا أخبرنا أكثر عنها صراحة حاليا إحنا نشتغل مع سيدات ورجال أردنيين في العاصمة عمان خيط عم تطلع حاليا قريبا جدا راح يتم الاتفاق والتنصيق مع جمعيات ومؤسسات خيرية في محافظات متعددة من الأردن كان جنوبا كان شمالا لنقدر إحنا نشتغل مع اللاجئين وسيدات مجتمع وبرضو رجالات المجتمع إبراهيم أنا شفت جزء من الأكياس هو يعني شكلها جدا جميل أخبرنا على التصميم بداية من الذي يصمم الأكياس وأخبرنا أيضا انتبهت أنه في رسائل مكتوب عليه أعطينا أمثلة لهذه الرسائل بخير صراحة إحنا عم نحاول أن نخاطب المجتمع باللغة العامية أو خلينا نحكي اللغة البيضة أو اللغة اللي هو بفهمها فما بعرف إذا هنا في مثال عندي هون مثال حيو مباشر اللي هو خلينا تسمحي الأورجيكية هون عم تحكي لنا مش عارف إذا واضح عنكم اللي هو هنا فيه زي شكل ساعة هون فيه مخدأ وهون فيه أكل صحن أكل وهون فيه إشي بعبر عن تقليل البلاستيك وتحت إيش مكتوب؟ مكتوب نوم أكل بلاستيك أقل هذا الدزاين عم يعبر عن أنه الإنسان الطبيعي والبني آدم على وجه البشرية هو الروتين اليوم يتبعه النوم والأكل والشغل فليش أنه البلاستيك أو الحد من استخدام البلاستيك برضو ما يكون من ضمن الروتين اليومي للإنسان فبرضو هذه الرسالة التوعوية من وجهها للمجتمعات بأنه يا ناس يا جماعة خففوا من استخدام البلاستيك خليه ضمن الروتين اليومي تاعكم تعرف إبراهيم قبل فترة كنت في تركيا في تركيا هناك هذا المشروع أيضا الذي يشجع على استخدام الأكياس القماشية في أول فترة كإنسان متعود على استعمال البلاستيك كنت وكأن برفضها نوعا ما وبعد فترة سألت نفسي أنه ليه وهذه الفكرة فعلا منقذة للبيئة ولكوكبنا أخبرني عن تفاعل الناس أصعب شيء أنه نغير تفكير الناس أنهم تعودوا على البلاستيك يرجعوا يستخدموا أكياس القماش كيف تفاعل الناس مع مشروع خيط وهل الآن الأمر يشهد إقبال على طلب الأكياس أوكي صراحة خيط انطلقت بـ 3 نوفمبر 3-11-2020 طلعنا من عمق جائحة كورونا سلمنا أول طلبية بهذا التاريخ عم نشوف صراحة إقبال من الناس إقبال لطيف خصوصا أنه إحنا منقدم 20% من ريع الأرباح لمرضى السرطان بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمان فالناس عم بتشوف هذا الإشي كتير ممتاز أوكي وإشي كتير مشجع بأنه إحنا بندعم البيئة وإحنا مش بس ندعم البيئة إحنا بندعم أكتر من قضية في نفس ذات الوقت أوكي فعم بتشوف الناس ممكن أنه حدا بيبعتلي على الفيسبوك بيحكي لي أنه برهوم شفناك على قناة كذا كذا أنا أصلا بعرف خيط شفت أكاونتكم على إنستجرام فصراحة هاي كلها النتائج مبهرة أوكي بحيث أنه هذا الإشي بيشجعنا لأنه إحنا نكمل وبيدلنا على أنه إحنا ماشيين في الطريق الصواب نعم طيب إبراهيم قلت بيشجعنا ونكمل مين بيساعدك مين مع إبراهيم في مشروع خيط وهذا المشروع ممكن أنه يكون جدا كبير تحدثنا عن معمل صغير يصنع هذه الأكياس هل تفكر في تطوير المشروع يعني هل ممكن أنه عندك هذا الحلم أن يصبح خيط بديل عن البلاستيك في الأردن أوكي أكون واقعي مع حضرتك أنا بشوف خيط هو عبارة عن بيبي صغير تبعي أوكي اللي أنا لازم أطعمي وأرعاه وأدير بالي عليه بحيث أنه أنا أشوفه شبي كتير كبير بعدين بالمستقبل وحده كتير معطاء وحده كتير فخم ففي البداية أنا هون بشتغل لحالي بخيط ما في حدا بشتغل معي بس طبعا لا يخلو الموضوع من حيث الاستشارة من حيث سؤال الناس اللي بتفهم بهذا الجانب من حيث أنه صديقي لي مثلا ريادي آه تعال أحكي لي شو ممكن أعمل بالموقف هذا آه نصحني ساعدني بهذا الإشي فهذا الحكي لا يخلو منه الآن بالنسبة لخططنا المستقبلية لخيط حاليا عم ندرس طلعنا بأول ثيم اللي هو كان بيتعلق في تمكين المرأة الثيم القادم اللي هو بإذن الله راح ينطلق قريبا جدا خلال فترة هاي تحت عنوان Green for Jordan Green for Jordan هو عبارة عن ثيم بيتمحور على بسلط الضوء على أنه كيف إحنا ممكن نربط الأماكن السياحية بالأردن أو المحافظات الأردنية بالمنظوم البيئية كيف إحنا ممكن أنه أنا زي ما خبرتك أنا بصدد أنه أنا أوصل للناس بلغتهم همه بلهجتهم همه التصميم اللي عشنته إشي من لحجة الكراكية من لحجة الناس الكراكية على سبيل المثال طبعا فعن بنحاول أنه نوصل لهم فكرة أنه آي ناس إحنا هين عم نستخدم كياس صديقة للبيئة ما بدنا نستخدم بلاستيك بنفس الوقت أنه هذا برضو منظر جمالي بيعبر عن الآثار أو عفواً بيعبر عن الإشي اللي أنت عايش فيه بيعبر عن طبيعة بلدك أو طبيعة البقرية اللي أنت عايش فيه يعني إبراهيم بحية شغفك الكبير اللي بتحكي فيه عن مشروع خات شكرا إليك وبتمنى أنك تلاقي كل الدعم فعلا وبيوم الأيام نطلع معانا خبر أنه الأردن كانت من الدول السباقة في أنها يعني تاخد نظام أو طريقة للوصول إلى مجتمع أقل تلويث خلينا نقول الشاب الأردني إبراهيم كلها شكرا جزيلا لك